موسيقى 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 أولاً هذا اللقاء اليوم هو احتفال بهذه التعاونية اللي فانست بالصفقة ديال تسعدي لمحالات تجارية في مطار وجد أنقاد اللي كانت البداية الجهة اللي كانت درت اتفاقية مع مديري ديال المطارات بالنسبة لفائدة التعاونيات ولكن اليوم كان حيي هالتعاونيات اللي استطعوا يفوزوا بهذه تصفقة هذي التعاونيات اللي اللي غاد يقدروا يعرضون من توجد ديالهم اللي هما الآن كيشت أغلوه في مطار وجد أنقاد كنشكر الوزارة المكلفة اللي قامت بواحد العمل كبير وسعدتنا والمديري ديال المطارات وكذلك الجمارك اللي قاموا معنا بواحد العمل كبير والسلطات الأمنية اللي ساعدوا هاد الناس باش يقدروا يقدموا هاد العرض ديالهم اليوم كان هني هالتعاونيات اللي أبانوا على واحد تحترافية كبيرة ديالهم لأن الجهة قامت واحد سنة اللي هي قدتهم خدتهم على العتق ديالهم ولكن اليوم برهنوا هاد التعاونيات إنهم ممكن يصبحوا مقاولات والندوة الأخيرة اللي كانت قامت بهالجهة لفائدة هالتعاونيات كيفاش هاد التعاونيات تصبح مقاولة اليوم بدنا نلمسوا هاد النتائج للجهة كتشتغل عليهم اليوم خمسة واربعين تعاونيات اللي غادي تستفد من هاد العمل اللي غادي تستفد من هاد المحلات التجارية هاد التعاونيات اللي اليوم خطط الخطوة الأولى نحو المقاولة كانت منها لهم إن شاء الله توفق هاد جربة إن شاء الله غادي تتعمم في مطار دي العروي بمدينة الندور وربما بميناء بنينصار في الأيام أو الأسبوع المقبلة اليوم التعاونيات دي الجهة برهنوا على أنهم تعاونيات اللي ممكن يقدروا غادي يمشيوا بعيد تعاونيات إلا كنا نمشينا في المشروع دي المنصة أو البلاتفورم لفائدة تعاونيات لمشروع كبير اللي تقريبا غادي يكون مئتين مليون تعدرهم اليوم تصور دي الجهة الندرة دي الجهة نحو التعاونيات يعني بدأت كتعطي الأكل دي لها وبالإنشاء دي لها هذه المنصة هذه إن شاء الله هذه نكونوا قدرنا نوصلوا للمبتغة دي لنا وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر